المعجزات المسيح لها هدف واضح لخير ومنفعة الإنسان كانت من محبته النابعة من قلبه عنده السلطان والسياد الكامل أنه يقدر يصنع المعجزة ليس لإظهار معين لكن للمس احتياج معين وتعليم درس معين مثلا في نفس المجمع شف المسيح رجل اللي كانت إيده يابسة لكن للأسف كانوا براقبوه براقبوا يسوع المسيح هل سيشفي في يوم السبت فكان المسيح حزنان على القلوب المتحجرة والعيون العمياء والآذان الصماء فطبعا صنع المعجزة لكن عم بعلم أنه يجوز فعل الخير في السبت ومرة في إحدى المجامع امرأة منحنية كانت في المجمع والرب رآها ودعاها وضع إيدي عليها فاستقامت كان رئيس المجمع مغتاص جدا هو ثت أيام ائتوا واستشفوا فالمسيح كان اللي بيعرف القلب قال له يا مرائي مين منكم عنده حمار ألا يحل حماره أو ثوره في يوم السبت وبيجيبوا حيث دلوا الماء فكم بالحري هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان أربعة عشر سنة فدائما فيه احتياج بيتقابل من خلال المعجزة أنه النفس البشرية والنفس الإنسانية أهم أعلم أنه السبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت وأن يسوع المسيح هو رب السبت فيجوز فعل الخير في السبت في قصة أخرى هنا في كفر نحوم لأنه كانت البلد كلها مزدحمة والزقاقات كلها جاءوا بمفلوج أربعة حملين مفلوج ودلوا من السطح حيث يسوع المسيح شاف المسيح إيمانهم ونظر إلى هذا الشخص وقال له مغفورة لك خطيك الكتب والمتدينين اللي في الغرفة سمعوا وابتدأوا يتمتموا في داخلهم من يغفر خطايا إلا الله وحده إنه يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله المسيح العالم بكل شيء قال هذه العبارة أيما أيصر أن يقال لهذا المفلوج يا بني مغفورة لك خطيك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطان على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي قام ومشى أمام الجميع فإذن كان يعني فيه درس عميق مين بيغفر خطايا هاي المعزة بتتكلم عن غفران المسيح وأنه قادر أنه يخلق لأنه إله السلطان أدرك أهمية المشكلة إنه فيه خطية فقال له مغفورة لك خطيك بس كيف أكدوا أثبت أنه قادر أنه يشفي أنه شفاه وأقاموا من الفلج وهذا تأكيد أنه غفر خطيات وهذا حدث أيضا في كفر نحوم في قصة مشهورة جدا ابن قائد المئة اللي أرسل وراء يسوع هذا القائد جاء ليسوع وقال له يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت صقف ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي والمسيح نطق الكلمة وشفي غلام ابن قائد المئة عن بعد وهنا يا حبائي لما خرج المسيح من المجمع ودخل بيت بطرس شفى حمات بطرس من الحمى وصارت تخدمهم فإذا نستطيع أن نستشف أن هذه المعجزات هي معجزات رحمة هي معجزات فيها نعمة وهذه المعجزات معجزات خير معجزات بركة تعبير عن حنان يسوع المسيح طهر البرس ردهم إلى الناحية الاجتماعية والدينية كانوا مرفضين من المجتمع مش بس طهر ردلوا اعتباروا في المجتمع وهذا ما فعلوا يسوع المسيح